هذا الطفل اسمه حسن الخلف من أب سوريا وأم أوكرانية كان عمره سنتين عندما تم تهجير عائلته من سوريا ثم عاش سبع سنوات بسلام في أوكرانيا إلى أن بدأت الحرب هناك أيضا وبدأت معها هجرة أخرى ولكن بطريقة شاقة الأم جوليا كانت أمام خيارين إما أن ترسل ابنها إلى الخارج لوحده وتحفظ حياته أو أن تخاطر بإبقائه معها لأنها كانت مضطرة للبقاء لمساعدة أمها المقعدة وعمرها 84 عاما من حسن حظ حسن أن هناك قطار لإنقاذ الأوكرانيين ينقل النازحين باتجاه غرب البلاد سأريكم هذا على الخريطة هذه مدينة زبروجة متطوعون ساعدوا الطفل لصعود القطار في زبروجة هنا في جنوب البلاد القطار كان متوجها إلى مدينة الفوف الفوف تقع في الغرب هناك أيضا ساعده متطوعون أوكرانيون وسلوفاكيون ساعدوه في الصعود إلى القطار المتوجه من إلى مدينة أوزهورد من هناك انطلق القطار ووصل إلى أوزهورد وتقع في سلوفاكيا هنا على الحدود نقطة حدودية على حدود سلوفاكيا بذلك يكون حسن قد قطع بين ألف وألف وخمسمائة كيلو متر استغرقت رحلته أربعة أيام ضباط الشرطة الإسلوفاكية تفاجأوا بوصول حسن لوحده كان يحمل فقط كيسا بيده فيه جواز سفره لكنهم وصفوه بالبطل وأكدوا أنه لم يدرف دمعة واحدة عندما وصل إلى الحدود الإسلوفاكية وعلى يد حسن كان هناك رقم هاتف واسم يمكن للآخرين مساعدته للوصول إلى أخيه أو أقاربه وهو ما حصل حيث استخدمت الشرطة ذلك الرقم كذلك نجحت صديقة أخيه الأكبر زكريا بمساعدة زميلات لها في الوصول إلى حسن لكي لا يتم إداعه في جمعية خيرية زكريا أخوه الذي كان ينتظره في سلوفاكيا كان مضطرا للعمل لإعالة الأسرة أثناء وصول حسن نأتي إلى تغريدات من سمع بهذه القصة لأنها انتشرت على وسائل التواصل رشا محمد تقول يا حسرة قلبي على أطفال سوريا حتى وهن متغربين بهدلين ومن دولة إلى دولة شيء يحرق الألب جينيفر تقول بكيت من أجل هذا الطفل الصغير على أمل أن يتم لم شمله ياله من شاب شجاع شكرا لولئك الملائكة الذين كانوا يراقبونه في رحلته وحده والملائكة الذين قابلوه على الجانب الآخر لمساعدته للم تقول ما شاء الله طفل بهذا السن يسافر وحيدا في مثل هذا الظرف الاستثنائي يعد طفل ذاهمة كبيرة أبو قنصل يقول بطل حقيقي الله يحميه دائما التشرد والبؤس مصير أطفالنا ما هذه الكتبة على الشعب السوري تشرد وبؤس بعد انتشار قصة حسن على وسائل التواصل استقبله وزير الداخلية الإسلوفاكي رومان ميكوليك شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها ترجمة نانسي قنقر